السلام عليكم ورحمة الله تعالى في قناة البيت السعيد مرحبا بمشتركاتي الأعزاء بالناس اللي تزور البيت السعيد هذه عرضة خفيفة ضريفة للشخصين درت لهم طبق جلبانة والطبق الرئيسي شربة كما تشوفوا زروضية فلفل حار هنا كنت درت بصلة والثوم وحطيت فلفل لكحل راس الحانوت وملح طبعا نوزيت قليتهم عادي درت بصلتين البصلة الأخرى حطيتها في وسط الدجاج مع الثوم وطماطم ونسيت ما مصورتش مليح مليح لأنه الطماطم نسيتها ومبعد ضفتها وحطيت زيت شوية زيت وفلفل أسود ورس الحانوت وجومبو وورق الغار طبعا ومبعد حطيتهم في وسط الدجاجة وحطيتها تتقلى شوية ومبعد ضفت لها كي تقلت ضفت لها الجلبانة ومبعد مرقت عادي وحطيت زروضية تاعة تقلت معهم كي طابو نحيت كي طابو نص طيب نحيت الجاجة تاعة وحطيتها في أمبلة وحطيتها في الفن مع الفلفل الأسود زيت تبلتها شوية لقيتها خاصتها شوية بها تجيبنينا وتعطيني هداك المداقر ينحوس عليه بالنسبة للزروضية هدي حطيتها كيما هكا لأنه مبعد بهنا نقارني بيها والرند طبعا لي ما استغنى وش عليه لأنه يديرني هديك الرأي حالي نموت عليها نيا في الأطباق درت عرضة خفيفة ضريفة على حساب إمكانياتي وعلى حساب قدراتي الصحية لأنني بالحمل ما قدرتش ندير أكثر من هك هنا يا درت الشربة حطيتها تتقلها عادي شربة عادية شربة فريك واللحم هداك اللي بقى حطيته وحده طيبته وحده في الكوكوت وداويته باللتوم وزيته في الأسود هنا في الشربة لني حطيت جامبه طبعا طب اللحم وحده والشربة وحدهم ودرت كل شي في الصباح بها العشية غير كملت الباقية كيمة التحلية وهديك خليتهم حتى للمساء ودرتها درت لمينيكيش الصباح ثاني الحميس التحلية هدو قدرتهم في العشية شوفوا هنا مع الصور هنا ثاني لقيتها خاصها شوية وحبيت دي كما لني حابة دي حماء كما لني حابة بهنقارني بيها بيها الطبق تعالي هادو هما الأطباق متواضعة اي واحدة تقدر تديرهم على بالي بالنساء الجزائريات فحلات يديروا أطباق هايلة شوفوا هنا ازتقريت الباطاطا ودرت صلاطة تعريش سامبل شوفوا التزيين كيفاه انا مقدرتش نهن نوري لكم طريقة التقديم لانو الزوج تعيحط للرجال وحنا نساء كنا وحدنا وطبعا الخوء الفواكه كانت سعردة هايلة خفيفة ضريفة حاجة مبقى في الصحن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته